كان انقلاب الحوثيين أشاررة الأولى لتفجير زمن العصبويات العرقية والمناطقية والجهوية وعودة النعارات ما قبل الوطنية من جديد هوية الحوث السلالية وهوية الانتقال الجهوية ومثلهما تفرخت المشاريع الصغيرة حتى وصلت إلى رفع هويات القرية والقبيلة على حساب الهوية الوطنية الجامعة في الجنوب على سبيل المثال أزاح الانتقالي شعار استعادة الدولة ورفع شعار الانفصال والتقسيم ومضى يقوض الدولة ويضعف مؤسساتها مقدما للحوثي الهدية التي كان يريدها تصاعد الهوية ما قبل الوطنية أفرز واقعا مفككا لم يصل إليه اليمنيون منذ عقود حيث رفعت حضر موت علمها الخاص وتقبع عدن تحت هوية وشعارات أخرى وتبنت شبوى هويتها الخاصة وصارت سقطرة أبعد ما يكون عن اليمن واقعا مشتت نمى في فراغ خلفه غياب الدولة وتماهي قياداتها مع المشاريع الخارجية التي تبحث عن أطماعها الخاصة على حساب حاضر البلد ومستقبله خرج الحوثي من المحافظات الجنوبية قبل ثماني سنوات لكن الدولة خلال هذه المدة الطويلة لم تتمكن من توحيد المكونات وقيادة المشروع الوطني برؤية موحدة وحتى هذه اللحظة تشهد الساحة كل يوم ولادة مكون مناطقي أو قبلي جديد في المحافظات الجنوبية وهي مكونات لا تنكر ولاءها لأطراف خارجية أو تلقيها الدعم من هذا الطرف أو ذاك الأخطر في هذا المشهد المتشضي هو غياب المشروع الوطني في أعلى هرم الدولة فكبار مسؤوليها لا يتحرجون من دعم المجلس الانتقالي الذي يتبنى تقسيم الدولة وتقويض وحدتها بل إن معظمهم صاروا متحدثين باسم المشاريع التي تنتقس من الوطن الكبير وتسعى لتفتيته طمعا بالحفاظ على مشاريعهم الخاصة أو نيل الحظوة والرضى لدى أطراف لا يهمها استقرار اليمن ولا أمان اليمنيين واقع مشوه وجدت فيه الأطماع الخارجية أرضا خصبة لدعم الأبضاد وتحويل اليمن إلى بلد غير قابل للاستعادة إلا بعد زمن قد يمتد لأجيال قادمة